السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف 11 النهاردة هنكمل على الدل اللغة الاتمية وهناخد الجزء التاني منها تابعوا معي الشرح بعد الفاصل انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود اهلا بكم اعزائي الطلاب من جديد ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح الدل اللغة الاتمية نهاردة هناخد الجزء التاني منها يلا بينا نبدأ مع بعض الشرح وطبعا قبل ما نبدأ في الشرح ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات اللي جاية وفعلوا زر الجرس عشان نجيلكم الاشعارات واعمل لايك للفيديو وشاركوا مع كل اصحابك ويلا بينا طبعا كنا شرحنا في الدرس السابق في الفيديو السابق ازاي نحول من الصورة القصية الى الصورة اللغة الاتمية والعكس تعالوا نشوف كده مع بعض تمهيد بسيط على الموضوع مثلا بيقول لي هنا حول خمسة قص تلاتة بتساوي مية خمسة وعشرين الى الصورة اللغة الاتمية اتفقنا قبل كده ان انا عندي ده اسمه الاساس والرقم اللي فوق اسمه القص وده طبعا الناتج وكنا قلنا طريقة التحويل طريقة سهلة جدا ان انا بكتب لغارتم الناتج للأساس بيساوي القص دي طريقة التحويل البسيطة جدا يعني تقدر تقول لغارتم الناتج اللي هو المية خمسة وعشرين للأساس اللي هو خمسة بيساوي القص اللي هو تلاتة وكده حولنا من الصورة القصية الى الصورة اللغة الاتمية بسرعة كمان لو حبيت ان انا احول من الصورة اللغة الاتمية الى الصورة القصية الطريقة سهلة جدا ان انا ببدأ من عندي الاساس تحت واتجه ناحية القص فبقول تلاتة قص اتنين ونص بتساوي الناتج والناتج اللي هو هنا طبعا طبعا مكتوب سين فبكتب سين زيها دي الطريقة اللي انا بحول بيها من الصورة القصية للغارتمية والعكس تعالوا بقى نتعرف على بعض التمارين سبع تلاتة با من كتاب الطالب بيقول لي حول كل مما يأتي من الصورة القصية الى الصورة اللغة الاتمية طبعا هنستخدم نفس الاسلوب فمثلا عندي الجزئية الف هنقول لغارتم الناتج اللي هو خمسة وعشرين للأساس خمسة بيساوي اثنين برضو بنفس الاسلوب هنا السؤال با لغارتم الناتج اللي هو ستاشر للأساس اثنين بيساوي القص اللي هو كام اللي هو اربع طبعا عندي جيم نفس الاسلوب هنقول لغارتم الناتج الناتج اللي هو ده اللي هو واحد على متين تلاتة واربعين هتكتبه زي ما هو للأساس الأساس هنا تلاتة بيساوي الناتج اللي هو القص اللي هو سالب خمسة لو نزلنا على السؤال ها بنفس الاسلوب هنقول لغة رتم الناتج اللي هو 15 للأساس 8 بيساوي الاس اللي هو سين طب وهنا نفس الاسلوب لغة رتم الناتج اللي هو لغة رتم الستة للأساس سين بتساوي الاس اللي هو مين اللي هو صاد طب تعالنا نشوف اخر سؤال معنا لغة رتم الناتج اللي هو جيم للأساس ألف بيساوي الاس اللي هو با طبعا زي ما انتم شايفين الموضوع بسيط وسهل جدا. معكم تمارين كتيرة في كتاب الطالب اتدربوا عليها. طب تعالوا نشوف بقى العكس. حول من الصورة اللغة الاتمية الى القسية. اتفاقنا ان طريقة التحوين من الصورة اللغة الاتمية الى الصورة القسية سهلة جدا. ان انا ببدأ من عند الاساس من تحت واطلع لفوق. فانا بقول دلوقتي مثلا ان الف هتكون اتنين قس تلاتة. بتساوي كم? بتساوي الناتج اللي هو تمانية. برضو عندي باق. هنبدأ من تحت من عند الاساس تلاتة قس اربعة. بتساوي طبعا واحد وتمانين اللي هو الناتج. هنا تمانية قس صفر. وطبعا كلنا عارفين ان اي حاجة قس صفر بواحد. وفعلا الناتج هنا واحد. برضو هنا تمانية قس تلت. بتساوي الناتج الناتج اللي هو اتنين. هنا اتنين قس اربعة. بتساوي الناتج اللي هو صاد. وعلى فكرة اقدر اجيب قيمة صاد هنا لو جبت ناتج اتنين قس اربعة اللي هو ستاشر. ودي ممكن استخدمها في حل المعادلات. اخر واحدة معايا. هنبدأ من عند الالف اللي هو الاساس. الف قصص صفر. واتفقنا ان اي حاجة قصص صفر بكام بواحد. وفعلا الناتج هنا واحد. طبعا زي ما اتفقت معاكم ان انا ممكن استخدم الموضوع ده في حل المعادلات. وعشان كده السؤال التالت معانا بيقول لي حل كل من المعادلات الاتية. فلو انا حبيت مسلا احل الاف. هتلاقي طبعا ان ده اللغة رتم. لازم احوله الى الصورة الاسية. فببدأ من تحت. فبقول اتنين قص ثلاثة بتساوي الناتج اللي هو مين? اللي هو سين. طبعا اتنين قص ثلاثة بكم? بتمانية. يبقى ازا منها سين تساوي تمانية. تعالوا نحل بقى بنفس الاسلوب. هنبدأ من عند الاساس. هنقول تلاتة قص ثلاثة بتساوي سين. حتى ممكن نكتب سين الاول اللي هو الناتج بتساوي تلاتة قص ثلاثة. ومنها طبعا السين تساوي تلاتة قص ثلاثة بكم? بتسعة. زي ما احنا عارفين. تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده. اللي هي ها مسلا. هنا لاحظتوا ان الناتج سين زائت خمسة. فانا هكتب هنا سين زائت خمسة في الاول. تساوي. وابدأ من عندي الاساس تلاتة قص ثلاثة اتنين. تلاتة قص ثلاثة اتنين. طبعا تلاتة قص ثلاثة اتنين بالتسعة. وبعدين احلها كمعادلة عادية ان انا اودي الخمسة الطرف التاني بعكس الاشارة. يبقى ازا في الحلقة دي سين بتساوي تسعة ناقص خمسة. يعني السين بتساوي اربعة. هنطبع نفس الكلام اللي قلناه على واو. برضو نفس الموضوع هتلاقي ان الناتج هنا تلاتة سين ناقص واحد. فانا هكتب تلاتة سين ناقص واحد. ده الناتج. بيساوي ايه? بيساوي اتنين اللي هو الاساس قص خمسة اللي هو القص هنا. يعني اتنين قص خمسة. بعدين اطلع الناتج اتنين قص خمسة اللي هي باثنين وتلاتين. بعدها نبدأ حل المعادلة ان انا ودي السلب واحد للطرف التاني بعكس الاشارة. يبقى تلاتة سين بتساوي اتنين وتلاتين ودي سلب واحد. هتكون موجة بواحد. يبقى تلاتة سين بتساوي. اتنين وتلاتين زايد واحد بتلاتة وتلاتين. هنأسف هنا على التلاتة. يبقى ازا السين بتساوي حداشر. الموضوع بسيط جدا. اهم شيء نحولها الى الصورة القصية وبعدها بنحلها. طيب تعالوا نشوف السؤال الرابع. بيقول لي اوجد قيمة. ازاي اوجد القيمة طريقة سهلة جدا وبسيطة? مسلا الف. بيقول لي لغا رتم السبعة وعشرين للاساس تلاتة. لازم اعرف السبعة وعشرين دي هي حاصل ضرب تلاتة كم مرة? الموضوع ده تقدر تعمله عن طريق التحليل. ان انت تقسم السبعة وعشرين على التلاتة. فيها التسعة. على التلاتة مرة تانية. فيها التلاتة. على الثلاتة فيها الواحد. وده معناه ان السبعة وعشرين هي حاصل ضرب الثلاثة ثلاث مرات. فممكن اكتبها كده لغاريتم الثلاثة قص ثلاثة للأساس ثلاثة. يعني الإجابة هتكون ثلاثة. بنفس الاسلوب اقدر احلي به كل النقاط اللي موجودة زي مثلا با. لغاريتم ستة وتلاتين للأساس ستة. الستة وتلاتين هي عبارة عن الستة مرتين. يعني لغاريتم ستة قص اتنين للأساس ستة. وبالتالي الإجابة هتكون اتنين. طب تعالوا نشوف اللي بعدها. لغاريتم اتنين للأساس اربعة بيساوي كم? هتلاحظ هنا ان الاتنين اقل من الاربعة. فما ينفعش مسلا ان اقول ان الاربعة لما اضربها في اربعة تديني اتنين. طبعا لا. طب لما تكون اقل يبقى نستخدم اسلوب الجذور. هتلاقي ان الاربعة دي جزرها اتنين. فممكن بدل مكتب اتنين هنا اكتب جزر الاربعة للأساس اربعة. لان جزر الاربعة بيساوي اتنين. والجزر ده ممكن احوله الى قس. طبعا الجزر التربيعي هو قس نص. يعني اربعة قس نص للأساس اربعة. وفي الحالة دي الاجابة هتكون نص. طب تعالوا نشوف السؤال ده. لغاريتم مية خمسة وعشرين من الف. للأساس اتنين. المية خمسة وعشرين من الف هي اصلا مية خمسة وعشرين على الف. ولو جينا اختصرناها تطلع بتمن. فممكن اشيل المية خمسة وعشرين من الف دي واكتبها تمن. يعني لغاريتم تمن للأساس اتنين. والتمن ده التمانية هي عبارة عن اتنين مضروبة في نفسها تلات مرات. يعني اتنين قس تلاتة. فممكن اكتبها واحد على اتنين قس تلاتة للأساس اتنين. وفي الحالة دي ممكن اطلع الرقم اللي تحت في المقام الى البسط. واغير اشارة الاس. يعني اقول لغاريتم اتنين قس سالب تلاتة للأساس اتنين. وفي الحالة دي الناتج هيكون سالب تلاتة. طيب تعالوا نحلل مع بعض السؤال ها. لغاريتم واحد على ستاشر للأساس اربعة. الستاشر لو انا حبيت اخليها اربع قس رقم. هتكون اربعة قس اتنين. يعني واحد على اربعة قس اتنين للأساس اربعة. وزي ما اتفقنا الاربعة قس اتنين هتطلعها فوق بالأس السالب. يبقى ازا لغاريتم اربعة قس سالب اتنين للأساس اربعة. وفي الحالة دي الناتج هيكون سالب اتنين. طيب لو حبينا نحل واو. لغاريتم خمسة جزر خمسة للأساس خمسة. اولا لغاريتم خمسة مضروبة في جزر خمسة للأساس خمسة. الجزر خمسة اللي هو زي ما اتفقنا الجزر التربيعي بيكون قس نص. يبقى لغاريتم خمسة ضرب خمسة قس نص للأساس خمسة طبعا دي خمسة قس واحد وانا عندي قاعدة بتقول ضرب الاسس جمعها يبقى انا هجمع واحد زائد نص هدديني خمسة قس تلاتة على اثنين وفي الحالة دي الناتج هو تلاتة على اثنين ولو جينا نجرب زايد هتكون بنفس الاسلوب هنقول لغة رتم جزر تلاتة على تلاتة للأساس تلاتة الجزر هنحواله قس نص يبقى تلاتة قس نص على تلاتة للأساس تلاتة طبعا دي تلاتة قس واحد وانا عندنا قانون بيقول قسمة القسص طرحها فبالتالي التلاتة هتنزل وبعدين نطرح القسص يبقى نص ناقص واحد يديني سالب نص وفي الحالة دي اللي جابها هتكون سالب نص طبقى عندنا اخر سؤال اللي هو حق يقولي لغة رتم الجزر التكعيبي للسبعة على سبعة الكل قس اثنين للأساس سبعة اولا الجزر التكعيبي هو قس تلت يعني لما اكتب الجزر التكعيبي لسبعة معناها السبعة قس تلت فقدر اكتب كده سبعة قس تلت قسمة سبعة الكل تربيع للأساس سبعة بعدين قسمة القسص ايه قسمة القسص طرحها هنا طبعا قس واحد يبقى نطرح تلت ناقص واحد هتديني لغة رتم سبعة قس سالب اثنين على تلاتة الكل قس اثنين للأساس سبعة طبعا لما تطرح هتطرح تلت ناقص واحد هيطلع بسالب تلتين بعدين هضرب القس الخارجي في القس الداخلي يبقى لغة رتم 7 قس السالب 4 على 3 للأساس 7 وفي الحالة دي الناتج هيكون سالب 4 على 3 خلي بالكم ان المسائل دي كلها تقدر تحلها باستخدام الآلة الحزبة وتتأكد من إجابتك النهائية انما دلوقتي انا بحلها بدون استخدام الآلة الحزبة هنا بيقول لي بسط كل مما يأتي طبعا موضوع بسيط جدا مسهل هنا مثلا لغة رتم سين قس تلاتة للأساس سين طبعا الاجابة هتكون بكل بساطة هي التلاتة طب هنا هنحول الجزر ده الى أسس هيبقى سين قس تلت للأساس سين برضو الاجابة هتكون التلت طب تعالوا نشوف هنا دي سين تربيع مضروبة في جزر سين اللي هي سين قس نص لأن ده جزر تربيعي وطبعا زي ما احنا عارفين ضرب الأسس جمعها يبقى اتنين هنجمع عليها نص هتطلع بخمسة على اتنين يعني نقدر نكتب السؤال جيم بالشكل ده سين قس خمسة على اتنين للأساس سين وطبعا الاجابة هتطلع خمسة على اتنين هنا القس موجود في المقام فنقدر نطلعه فين نقدر نطلعه في البسط بعكس الإشارة يعني يكون له غارة مسين قس سالب أربعة للأساس سين وفي الحالة دي الإجابة هتكون سالب أربعة السؤال السادس بيقول لي إذا علمت أن الدالة دال معرفة كما يأتي دال هي سين تعطي قيمة وهي واحد زائد لغارة مسين ناقص ثلاثة للأساس اتنين طبعا القاعدة بتاعت الدالة هي القاعدة دي لأن السين بتقول إلى صاد لما بعوض عن السين بتطلع لي قيمة الصاد فنقدر نكتب المقدر ده كده بقيمة صاد واحد زائد لغارة مسين ناقص ثلاثة للأساس اتنين واتفقنا أننا عشان أجيب الدالة العكسية لأنه هنا بيقول لي قوج الدال قس سالب واحد سين دي طبعا يقصد بيها الدالة العكسية قلنا في الحالة دي أنه لازم أبدل الحروف يعني بدل الصاد أكتب صاد وبدل الصاد أكتب صاد وبعدين لازم أخلي الصاد لوحدة فأودي الواحدة الطرف الثاني بعكس الإشارة يعني بتكون صاد ناقص واحد تساوي لغارة مسين صاد ناقص ثلاثة للأساس اتنين بعدين عشان أحول اللغارة مسين إلى أسس الناتج اللي موجود هنا ده ينزل كما هو لوصاد ناقص ثلاثة بيساوي الأساس مرفوع إلى هذا الأس لأنه ده كله هو الأس يعني اتنين أسسين ناقص واحد بعدين طبعا أودت ثلاثة الطرف الثاني بعكس الإشارة عشان نخلي الصاد لوحدة يبقى صاد تساوي اتنين أسسين ناقص واحد زائد ثلاثة وبكده يبقى جبنا الصورة العكسية أو الدالة العكسية للدالة اللي هو أعطهاني في الأول هنا بيقول لي في السؤال السابع حل كل من المعادلات الأتية لحظت في الجزئية ألف أنه أعطيني لغارتم وجوه اللغارتم فيه لغارتم آخر بيساوي سالب واحد الأول هنفك اللغارتم اللي برا يعني هنقول اتنين أس سالب واحد بيساوي الناتج اللي هو ده يعني هنكون لغارتم سين للأساس تلاتة بيساوي اتنين أس سالب واحد وبعدين أطلع قيمة اتنين أس سالب واحد اللي هي هتطلع لغارتم سين للأساس تلاتة بتساوي نص اتنين أس سالب واحد بنص بعدين أبدأ أحولها مرة تانية فهبدأ طبعا من تحت زي ما اتفقنا تلاتة أس ونص بتساوي مين بتساوي سين يبقى إذن السين تساوي تلاتة أس ونص وتلاتة قص ونص اللي هي الجزر التربيعي للتلاتة وبكده جبنا قيمة السين بكل بساطة تعالوا برضو نحل باق بنفس الاسلوب ادي باق ونحلها اول حاجة طبعا اننا لازم ابدأ من عندي الاساس يبقى اربعة قص ايه اربعة قص سين تربيع بتساوي الناتج الناتج اللي هو ده اتنين قص ثلاثة ناقص خمسة سين طبعا دي في الصورة الاسية ودي في الصورة الاسية في الحالة دي لازم اخلي الاساس هو نفس الاساس ده طب هنا الاساس كام اتنين وهنا الاساس كام اربعة طب الاربعة ممكن اسمع على اتنين اربعة على اتنين فعل اتنين على اتنين فعل واحد يعني ممكن اشير الاربعة دي وقت ما كانها اتنين قص اتنين يبقى اتنين قص اتنين والسين تربيع بتنزل لان انا بضرب القص الجديد في القص الخارجي يبقى اتنين سين تربيع بتساوي اتنين قص ثلاثة ناقص خمسة سين هتلاحظوا طبعا ان بما ان الاساس بيساوي الاساس اذا الاسس بيساوي الاسس في الحالة دي اتنين سين تربية بتساوي تلاتة ناقص خمسة سين دي طبعا دلة تربعية لازم احلى تعالوا نمسح الجانب التاني ونحاول نحل الدلة التربعية اول حاجة طبعا في الدلة التربعية اللي هي موجودة قدامي دلوقتي لازم اخلي الطرف الايصر ده سفر فبالتالي انقل ده كله بعكس الاشارة يعني اقول اتنين سين تربع هنا سالب خمسة سين تيجي موجب خمسة سين هنا موجب ثلاثة تيجي سالب ثلاثة تساوي سفر وابدأ اعمل عملية التحليل اللي احنا تعودنا عليها اللي اتنين سين تربية هي عبارة عن اتنين سين ضرب سين بننظر الى الاشارة الاخيرة بنلاقيها سالب وده معنا ان الاشارات مختلفة طب يا ترى هي ايه موجب وسالب ولا سالب وموجب عادي جدا نحط اي اشارات تعجبك وبعدين هنبقى نشوف الموضوع ده لما نجي نجرب ونتأكد التلاتة كم في كم يعطيني تلاتة طبعا مفيش الا تلاتة في واحد فممكن اكتب هنا تلاتة واكتب هنا واحد وبعدين نجرب طرفين ووسطين ونشوف هل الحد الاوسط ده هيطلع ولا لا اتنين سين في سالب واحد بسالب اتنين سين وموجب ثلاثة في سين بموجب ثلاثة سين طبعا اشارات مختلفة نطرح يديني موجب واحد سين وهنا خمسة سين وده طبعا معناه انه ده غلط فبالتالي هتطر بدل الارقام واخلي الواحد هو اللي هنا والثلاثة هي اللي هنا وبعدين ابدأ اضرب طرفين ووسطين من جديد اتنين سين في سالب ثلاثة بسالب ستة سين وهنا موجب واحد في سين بموجب واحد سين هنا اشارات مختلفة نطرح يديني سالب خمسة سين طب وهنا موجب خمسة سين يبقى الغلطة فين؟ الغلطة في الاشارة بس يبقى نبدل الاشارات الموجب هيروح هنا والسالب هيجي هنا وده التحليل للنهائي نبدأ بقى نحل القوس الاول ونحل القوس التاني القوس الاول اللي هو اتنين سين نقص واحد يساوي صفر والقوس التاني اللي هو سين زائد تلاتة بيساوي صفر هنودي الواحد الطرف التاني بعكس الاشارة يعني اتنين سين بتساوي واحد هنقسم طبعا على الاتنين عشان أخلي السين لوحدها يبقى السين بتساوي نص نفس الاسلوب اعمل هنا اودي التلاتة الطرف التاني بعكس الاشارة يعني السين بتساوي سالب تلاتة وبكده جبنا قيم سين اللي هي مرة بنص ومرة بسالب تلاتة في السؤال ده بيقول لي رتب اللغة رتمات أعلى تصاعديا بدون استخدام إلى قلة الحزبة طبعا عشان أدرى رتب بدون استخدام القلة الحزبة لازم أجيب قيم تقريبية توضح للفكرة وتوضح لطريقة الترتيب تعالوا مع بعض كده نجيب قيم كل واحدة منهم ونشوف النتج هيكون ازاي هنا طبعا بيقول لي لغة رتم تسعة للأساس تلاتة يطار الأساس تلاتة ده لو خلنا قس كام يديني تسعة طبعا تلاتة قس اتنين يعني الإجابة هنا اتنين طب وهنا لغة رتم التمانية للأساس اتنين يطار اتنين قس كام تديني تمانية طبعا اتنين قس تلاتة يبقى قيمة هذا المقدار تلاتة طب هنا تلاتة قس كام تديني عشرين هنا في مشكلة بقى التلاتة قس كام تديني عشرين طبعا مفيش لأن تلاتة قس واحد بتلاتة 3 أس 2 بتسعة 3 أس 3 ب 27 فأنا عندي 3 أس 2 بتساوي 9 و 3 أس 3 بتساوي 27 أما الناتج هنا 20 20 طبعا بتقع بين 9 وبين 27 ولكن هي قريبة شوية لل 27 فبالتالي القيمة بتاعت السين أو القيمة بتاعت هذا المقدار تنحصر بين مين و مين تنحصر بين الأس 2 والأس 3 يعني القيمة تقع بين ال 2 و 3 ولكنها قريبة من ال 3 يعني مثلا ممكن تكون 2.6 أو 2.7 على حسب ما نشوف بعد كده ونشوف القيم دي هتكون ازاي طب هنا بيقولي لغة أس 4 للأساس 3 طبعا دي محصورة بين مين بين 3 أس 1 اللي هي طبعا بتديني 3 و 3 أس 2 اللي هي بتديني 9 ولكنها أقرب لمين أقرب لل 3 إن دي كامل إن دي 4 يعني هتكون بين ال 1 وال2 ولكنها قريبة من ال 1 يعني مثلا ممكن يكون 1.1 مثلا خلي بالكم إن احنا بنجيب قيم تقربية عشان نقدر إيه عشان نقدر نقارن و عشان نقدر نرتب طبعا لغة أثنين للأساس 2 بواحد لين 2 أس واحد باتنين هنا لغة رتمة 3 للأساس 4 طبعا زي ما انتوا شايفين القيمة هنا أصغر من الأربعة فبالتالي هي محصورة بين 4 أس صفر اللي هي بواحد و 4 أس واحد اللي هي بأربعة يعني محصورة بين الصفر والواحد ولكنها قريبة من الواحد يعني مثلا ممكن تكون 0.8 أو 0.9 زي ما تطلع هنا لغة رتمة 3 للأساس 2 محصورة بين 2 أس واحد اللي هي تطلع 2 و 2 أس 2 اللي هي تطلع 4 و طبعا الثلاثة في نص المسافة بين الثلاثين والأربعة يعني ممكن تكون 1 و نص كده احنا عملنا قيم تقريبية لكل واحدة لو بصينا مين أصغر قيمة أصغر قيمة اللي هي الثمانية من عشرة يبقى دي أول قيمة بعدين مين اللي بعدها اللي بعدها الواحد اللي هي لغة رتمة 2 للأساس 2 بعدين مين اللي بعدها اللي بعدها 1.1 اللي هي لغة رتمة 4 للأساس 3 ثلاثة بعدين من اللي بعدها اللي بعدها الواحد ونص اللي هي لغة رتم التلاتة للأساس اتنين بعدين من اللي بعدها اللي بعدها الاتنين اللي هي لغة رتم التسعة للأساس تلاتة وبعدين اتنين فاصل ستة اللي هي لغة رتم العشرين للأساس تلاتة واخر حاجة لغة رتم التمانية للأساس اتنين اللي هي القيمة تلاتة طبعا ممكن تتأكد بالقالة بعد كده وتشوف النتائج اللي انت حصلت عليها هل هي نتائج صحيحة ولا لا طبعا خلي القيم اللي انا جبتها دي كلها قيم تقربية يعني مش لازم تكون صحيحة مئة في المئة ان انا خمنتها بعقلي بدون استخدام الآلة الحزبة. ولكن انت لما تجرب بالآلة الحزبة هتطلع قيم دقيقة مئة في المئة. الهدف من السؤال ده ان انت تشغل عقلك وتعرف ترتب بدون استخدام الآلة الحزبة. وهو عاطيك قيم سهل ان هي تترتب بدون استخدام الآلة الحزبة. بكده يبقى خلصنا شرح درس اليوم. يا رب يكون الفيديو الاعجابكم دعمكم للقناة بشجعنا عشان نستمر معاكم اشتركوا فعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة ويلا سلام.